المتحدث الثالث هو الزميل باسل العدات رح يتناول الإعلام الرسمي لهزيمة حزيران وباسل العدات هو رئيس تحرير صحيف الجيرون بمركز حرمون للدراسات المعاصرة عمل سابقا مسؤولا للملف السوري في وكالة الأنباء الإيطالية آكي مدير مكتب صحيفة أخبار العرب الإماراتية بدمشق مراسل صحيفة الأهرام ويكليا المصرية باللغة الإنجليزية كاتب مقالات رأي في صحيفة العرب اللندونية كاتب مقالات رأي في صحيفة المدن اللبنانية وفي موقع تلفزيون أوريانت ومدير لدار الأهالي للنشر في سوريا فضل باسل معك عشرين دقائق شكرا يعني أدرك أنا أنه كان يوم كن متعب لهذا سأحاول الاختصار قدر الإمكان إذن كما قالت جميع هي نكسي بالنسبة للقيادة السورية وهي حرب الأيام الستة بالنسبة لإسرائيل هناك فرق شاسع بينهما حتى أن القيادة العسكرية السورية والمصرية لم تحتمل أن تكملها لأسبوع طبعا لن أخوض كثيرا في أن منذ تلك الفترة وحتى اليوم تحول الإعلام السوري إلى إعلام شمولي إعلام سلطة وإعلام بروباقاندا وإعلام ديماغوجي ما هو وسيلة فقط بيد السلطات للدعاية والترويج لها هذا الأمر معروف لدى الجميع لكني سأحاول أن أتناول حرب حزيران بثلاث خطوات تتعلق بالإعلام السوري الرسمي الخطوة الأولى أو المرحلة الأولى الإعلام الرسمي المرحلة الأولى خلال الأيام الأخيرة ما قبل الحرب المرحلة الثانية خلال الست أيام ست أيام الحرب المرحلة الثالثة ما بعد انتهاء الحرب مباشرة في المرحلة الأولى ما قبل بدء الحرب الأيام الأخيرة قبل بدء الحرب طبعا انكب الإعلام الرسمي بكثير من التبجح لمدح قوة الجيش وقدراته الاستثنائية ونباهة وفطنة واستثنائية قوات المعارك وزعماء دول المواجهة وحاول الإعلام السوري الرسمي طبعا بالعودة إلى وسائل الإعلام ما قالته بمنشيتات رئيسية يعني أن يركز على نظرية المؤامرة طبعا حاله كحال الأسد الإبن في بداية الثورة السورية حاول التركيز على المؤامرة وحاول أيضا أن يعطي كثير أهمية للإمبريالية والصهيونية التي تتآمر على سوريا وهذا ورد بكل وسائل الإعلام السورية وأيضا تبجح الإعلام السوري بأن هذه المعركة إن حدثت ستكون أيضا ليس فقط لإسقاط الإسرائيل وإنهاء إسرائيل ولكنها ستكون بداية لإسقاط الرجعية العربية والتأمر العربي من أمثلة عن افتتاحيات الصحف في تلك الأيام الأخيرة منشيتات من هذه الصحف نحن على استعداد لخوض المعركة الفاصلة وكلنا رجل واحد خلف القيادة في المعركة سنحقق أهدافنا العربية المشتركة إلى آخرين من هذه المنشيتات التي فيها كثير من العنتريات الفارغة طبعا هذه العنتريات هي لم تكن وليدة صحفيين أو إعلاميين هذه كانت بأوامر من القيادات وخاصة القيادات العسكرية السياسية والعسكرية وهو ما ذكره صديقي تيسير أيضا أحد الأمثلة الذكر ما صرح به حافظ الأسد كيف قال كيف قال أن سنوجه ضرب تأديبي لإسرائيل تردها إلى صوابها وسنجعل إسرائيل تركع ذليل مدحورة وإلى آخره وحتى قال أن إن معرفتي بإمكانياتنا تجعلني أؤكد أن أي عملية يقوم بها العدو هي مغامرة فاشلة وهو كان يدري على ما يبدو أن ما سيحصل هو مؤامرة وليس مؤامرة لم يكن هناك تمييز كبير بين تصريحات المسؤولين البعثيين السياسيين والعسكريين وبين ما يكتبه الإعلام الرسمي فإسرائيل إذن هي ستنتهي في هذه الحرب هذا خلاصة ما نوقش في الإعلام الرسمي أمران أمران خطيران هما ركز عليهم الإعلام السوري خصيصا الأمر الأول هو تضخيم الخطر الإسرائيلي على سوريا بينما في الحقيقة كانت مصر هي المستهدفة المستهدفة لثقلها ووزنها وإمكانة عبد الناصر دوليا هذا النظام السوري والإعلام السوري حاولت تركيز على أهمية القيادة السورية الأمر الخطير الآخر هو تقديم صورة مقلوبة رأسا على عقب للوضع وخاصة عن الوضع العسكري فأظهر الإعلام السوري الوضع بأن العرب هما سيشنون الحرب وكانت تلك الدعاية أفضل مكسب دعائي وديبلماسي القيادة السورية القيادة الإسرائيلية التي كانت تعدت للحرب منذ فترة طبعا سابقة ولكن وجدت ذريعة أن تشنها أيضا في تلك المرحلة من قبل الحرب رفعت سوريا شعار فلسطين قضيتنا وما شابه من شعارات رناني وهذا تزامن أيضا مع بدء ممارسات التقييد على الإعلام والملاحقة والحصار للمعارضين المرحلة الثانية هي مرحلة هذه الأيام الحرب الستة من قرأ الصحف السورية الصادرة في أول أيام حرب سبعة وستين يعتقد أن سوريا انتصرت وأن إسرائيل قد هزمت وأن تحرير فلسطين من آخر إسرائيلي مسألة ساعات ليس إلا فتقول تلك الصحف أن الجماهير ترقص في الشوارع لأننا سندخل تل أبيب وسلاح الجو السوري ينهي أسطور التفوق إسرائيل الجوي وقال الإعلام الرسمي أن الجيش العربي يزحف إلى تل أبيب ويدمر مواقع العدو وإلى آخره في الأيام أيضا كان يردد الإعلام الإذاعي خاصة الإذاعة السورية تردد طائرات العدو تتساقط كالذباب على أيدي طيارين البواسل ودائما يلحقها بأغنية كانت رائجة تلك الفترة ميراج طيارك هرب ليتبين أنها كذبة من الأساس ومع الأيام لم يعد الناطق العسكري باسم القوات المسلحة ينطق شيئا في السبت عشر حزيران أعلنت الإذاعة السورية رسميا سقوط القنيط غبياد إسرائيل ببيان يحمل توقيع زير دفاع السوري حفظ الأسد حتى هذا البيان إعلاميا كان فيه كثير من المبالغة والكذب فقد قيل أو كتب في ذلك البيان أن القوات الإسرائيلة استولت على القنيطرة بعد قتال عنيف وأنه كان العدو يغطي سماء المعرك بإمكانيات لا تملكها غير دول كبرى وأيضا أن العدو قدف في المعرك بأعداد كبير من الدبابات وختمه أيضا بكذبة أخيرة وأن وحداتنا التي لم تشترك في القتال بعد قد أخذت مراكزها ومعروف طبعا لجميع أن القنيطرة سلمت قبل أن أعلن قرار سقوط القنيطرة قبل أن تحتلها إسرائيل حتى أن مجلة التايم الأمريكية نشرت تقريرا في ذلك الوقت لقد خان راديو دمشق جيشه بإعلان سقوط مدينة القنيطرة قبل ساعات من سقوطها المرحلة الأخيرة هي مرحلة ما بعد انتهاء الحرب واحتلال إسرائيل لسيناء والضفة الغربية في الأردن وجولان في سوريا وبدأت تتكشف الحقائق تتكشف حقائق نكبة ستنعكس على تنشئة أجيال من السوريين والعرب وتكشف خيانات ومؤامرات داخلية لا خارجية فبالإضافة إلى أن الإعلام الرسمي وصفها بأنها نكسي وستقوم سوريا معافاة بعدها اتهم طبعا التواطئ العربي أو التواطئ على الأمة العربية بهذه النكسي هي نتيجة التواطئ على الأمة العربية وبدأ الإعلام الرسمي السوري يطالب بدعم القوى العسكرية لدول الصمود أو دول مواجهة وطالب بضخ البترول لهذه الدول واستخدام أموال هذا البترول لخدمة الأهداف العربية طبعا هذا من أجل أن يستأثر فيما بعد النظام السوري بالأموال التي ستضخ من أجل القوى العسكرية التي ستواجه إسرائيل نظريا إذن أهم فكرة حاول الإعلام السوري تمريرها هي أن الهدف هذا بعد الحرب طبعا هي أن الهدف من الحرب لم يتحقق طالما أن النظام الثوري لم يسقط والمسألة ليست باحتلال إسرائيل للأرض بل بفشل المؤامر الإمبريالية وفي الإعلام السوري ارتفعت وتيرة الخطاب الثوري كثيرا وبدأ الحديث عن حروب التحرير الثورية وعن حرب فيتنام وستالينجراد وإلى آخره في محاولة ربما لتخدير الوعي الشعبي هذه الثلاث مراحل كيف تعامل الإعلام السوري وهناك طبعا أمثلة كثيرة جدا الشيء اللافت أن الإعلام السوري في حقيقة الأمر سهل كثيرا خلال هذا الشهر هذا ما قبل الحرب وإيام الحرب وما بعد الحرب سهل كثيرا لحافظ الأسد لكي يستنم السلطة فيما بعد وروج له وقام بدعاية إعلامية لا يقوم بها أي إعلام خاص لأي رجل سياسي فهذا الإعلام ربما ارتكب جرما لا يقل عن الجرم العسكري في تسليم الجولان وخسارة الحرب إذن كانت النكبة نقطة التحول في الإعلام الرسمي السوري بدأ منذ ذلك الوقت الإعلام الرسمي ينطق باسم السلطة ويعلن ولائه المطلق للقائد وصاروا يعبر عن رأي الدولة نظريا والسلطة الحاكمة فعليا وحرص الأسد الأب على أن لا يكون للإعلام الرسمي أي خطة مكتوبة تحدد هدفه وستراتيجيته هو سليب عمله وثوابت وثوابت التزامه وأبقى يعمل حسب أراء السلطة والأجهزة الأمنية وبسياسة ردود الأفعال وهذا أمر في غاية الخطورة في أي سياسة إعلامية لأي بلد وللأسف طوال خمسة عقود بالفعل إعلام السلطة هذا إعلام السلطة الشمولية لم يرى إلا بعين واحدة لم يتسع صدره للرأي الآخر وبقي داعية لمنجزات لمنجزات القيادة السياسية والعسكرية وأغمض عيونه عن كل الأخطاء وكان بالفعل إعلام شمولي كالسلطة التي نطق باسمها هذا بشكل عام ما يمكن أن يقال شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر